الرابع صباحا ثانيا بتوقيت جرينيتش موجز اخباريتكم من القاهرة اهلا بكم بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي ببرقيتين تهنئة الى كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية والامير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة يوم التأسيس السعودي وعرب الرئيس السيسي عن اصدق التهاني القلبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية الوطيضة التي تجمع بين البلدين والشعبين المصري والسعودي والحرص الدائم على ترسيخها في جميع المجالات كما عرب الرئيس السيسي عن تمنياته الاخوية للمملكة العربية السعودية بدوام التقدم والتوفيق وللشعب السعودي الشقيق بالمزيد من الرقي والازدهار تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وصلت إلى تركيا طائرتا نقل عسكريتان محملتان بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية كما وصلت أيضا سفينة إمداد محملة بالمواد الغذائية ومهمات إغاثية أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي دعم الدولة للفلاح ومعلنا في مؤتمر صحفي عن حزمة أسعار تعاقدية لعدد من المحاصيل الاستراتيجية لتشجيع الزراعة ولضمان تحقيق هامش ربح مناسب للمزارعين فضلا عن ضمان أكبر حجم من التوريد من السوق المحلي كما أكد مدبولي أن الدولة تاعي وجود أزمات في بعض السلع لكنها تتحرك لضبط السوق ولتوفير هذه السلع بأسعار مناسبة للمواطنين وذلك على الرغم من حالة تضخم العالمية غير المسبوقة كما أعلن رئيس الوزراء أن الدولة رفعت مخصصات المنح والدعم والمزايا الاجتماعية بالإضافة إلى تخصيص 172 مليار جنيه من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن أدانت مصر اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة نبلس الفلسطينية مما أسفر عن فقدان أرواح عشرة من الضحايا من الفلسطينيين وإصابة أكثر من مئة آخرين حتى الآن وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية أعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه التصعيد المستمر والخطير الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤقرا الذي يزيد الأوضاع تعقيدا وتأزما كل يوم ويقوض من جهود تحقيق التهديئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي ويؤثر على فرص إعادة إحياء عملية السلام على أساس مقررات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين أفاد مركز الزلزال الأوروبي المتوسطي بوقوع زلزال بقوة 6.13 من الدرجة على مقياس ريختر في طاجكستان وفي عقاب ذلك أعلنت الصين تسجيل زلزال بقوة 7.13 من الدرجة على مقياس ريختر وذلك بمنطقة تشانجيانج قرب الحدود مع طاجكستان تتواصل اليوم الخميس اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لتصويت على مشروع قرار يؤكد ضرورة التوصل في أقرب المهل إلى سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا وفق مبادئ مفاق الأمم المتحدة وفي افتتاح الاجتماعات ندد الأميد العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا واصفا إياها بأنها إهانة لضميرنا الجماعي ومشيرا إلى أن الذكرى السنوية الأولى لبدء تلك العملية تشكل محطة قاتمة للشعب الأوكراني وللمجتمع الدولي أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تدريبات دفاع صاروخي ثلاثية في المياه الدولية بالبحر الشرقي وتم إجراء المنورات في المياه الواقعة شرق جزيرة أولونج الكوريا الجنوبية وركزت على إجراءات رصد وتتبع واعتراض للأهداف وتبادل للمعلومات ذات الصلة لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيوار كود الظاهر على الشاشة أينما كنتم دمتم بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر